النهاردة أمر سيادة المستشار حماد الصاوي النائب العام بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها نيره عمدا مع سبق الإصرار وأوضحت النيابة العامة في بيانها نصا أن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتلها وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة جاء قرار الإحالة بعد 48 ساعة من وقوع الحادث كما تم تحديد أولى جلسات المحاكمة يوم الأحد القادم وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل من شهادة 25 شاهد منهم طلاب وأفراد أمن الجامعة وعمال بمحلات محيط الواقعة وكذلك زميلات المجني عليها وذو المجني عليها وأصدقائها الذين أكادوا اعتياد تعرض المتهم وتهديدوا لها بالإذاء لرفضها الارتباط به بعدما تقدمه لخطبتها ومحاولته أكثر من مرة ارغمها ارغمها على ذلك مما ألجأهم إلى تحرير عدة محاضر ضده هنا ينتهي بيان النيابة العامة اللي أنت سمعته دلوقتي واللي أنت بتلمسه من سرعة القرارات بتاعة النيابة وخطواتها تسمى ما بين قسين العدالة الناجزة دي اسمها عدالة ناجزة العدالة قائمة أما أن تكون ناجزة فهو أصل العدالة ولكن طبعا هيفضل لسه عندنا دعاة الأفاف ما لم تتم معاقبة أي أفافة لازم وبالإيه بالقانون ما هيش بمزاج يوسف ولا بمزاج حد ده قانون يا سادة والحاجة التانية هي فكرة غياب الوزع الأخلاقي خد بالك أنه دعاة الأفاف دول بيبقوا نوعية من المتحرشين بالتأكيد أو عندهم هذا الميل لأنه إزاي حد يفكر في أنه فلانة الفلانية اللي لم ترتدي كذا أو كذا فيبقى من حق الناس وبعدين التبرير بتاع أصل ده كده حماية أنت اللي تحميها لأن أنت اللي تعرف في نفسك نفسك فنظرك ويدك ولسانك ورجلك ولا إيه ولا إحنا مش دعاء أصلا ولا إحنا تخصصنا أصلا مش في الدعوة ولا في الشريعة ولا في أصول الدين ودخلينها عفياجة أو سبوبة طيب